وستحالة من الغضب الشعبي العارم ودعت عاصمة الشتات عين الحلوة مسؤول العلاقات والارتباط في قوات الأمن الوطني في لبنان الشهيد العميد سعيد علاء الدين أبو نادر العسوسة وبعد صلاة الجنازة في مسجد الفاروق داخل المخيمة انطلق موكب تشييع عسكري وجماهيري مهيبة تقدمته فرق الكشافة وأسيارات الإسعاف التابعة لمستشفى الشهيد محمود الهمشري أبو نادر يا بشروع سمك هذا ما بيروح وسارت قيادات رسمية وأسياسية وأطر تنظيمية وعسكرية وممثلوا قوى لبنانية في موكب التشييع إلى مقبرة الشهداء في المخيمة حيث كانت التحية العسكرية للشهيدة الذي تعرض للاغتيال خلال أدائه صلاة العشاء في منزل صديق له داخل المخيمة إن الرصاصات الغدر هذه لن تستطيع أن تتقب جدار الصلب الذي صنعه شعبنا الفلسطيني في المخيمات من خلال وحدته هنا في مخيمات فلسطينية في لبنان هذا الجدار الصلب الذي استطاع شعبنا من خلاله تأمين الأمن والأمان والاستخرار فيه وأصبح ثقافة فلسطينية كاملة ترعاها القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وكافة الفصائل الفلسطينية وكل الأطر الفلسطينية الشبابية والفصائل واللجان والجميع نعم المخيمات حصينة محصنة المشيعون حي مناقبيات الشهيد ابن حركة التضحيات والشهداء حركة فتح نحن نفقد أخا وشهيدا هنا كما نفقد إخوة في الضفة الغربية في نابلس كما نفقد إخوة وأبناء في غزة لهم العهد جميعا بأننا كفلسطينيين مستمرون بهذه الثورة حتى النصر وقدرنا أن ندفع دائما ضريبة الدم من أجل تحرير وطننا ومن أجل الوصول إلى أهدافنا عائلة الشهيد عهدت فلسطينة والثورة مواصلة النهج الوطنية وصون المخيمات أمانة القضية الأمة نقول أهل المسيرة مستمرة على حماية مخيماتنا من أي فتنة تفضل الشهيد وريا جثما هثرة في مقبرة الشهداء وقد وضع إكليل باسم سيادة الرئيس محمود عباسة وكذلك أكليل باسم قيادات رسمية وفصائلية وعسكرية رغم المرارة والشراح مسيرة حفظ أمن واستقرار المخيمات مستمرة فالشهيد أبو نادر كما بقية الشهداء وكل المناضلين عهدهم استمرار حتى إقامة الدولة المستقلة وعودتهم إليها زين عبد السامة تليفزيون فلسطين عاصمة الشتات عين الحلوي جنوب لبنان